بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نتابع تداعيات العدوان الصهيوني على القدس الشريف وقطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية تغريدة لابنة الكاتب الصحفي المعروف مهمة جنبالكي تثير لغطا كبيرا لذلك أطرحها أمامكم ثم نتقص ما وراءها ثم نستطلع الأراء ثم أريد من حضراتكم أن تكتبوا أيضا إجاباتكم وتعليقاتكم على هذه التغريدة هل توافقون عليها أم ترفضونها هذه التغريدة تتحدث عن مصير أردغان أردغان تقول أنه أصبح وضعه على المحك لأنه قد وضع يده في عش الدبابير أردغان الذي ألمح في الأيام الماضية في اتصاله مع بوتين إلى إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل حماية المدنيين هناك قالت ابنة جانبالكي جويش أغلو الإذانة وحدها لا تكفي أردغان يتحرك باتصالات دبلوماسية مواقع التواصل بتركيا تتحدث عن فكرة إرسال قوات سلام تركيا محللون أتراك السياسة لا تدار بالعواطف في الرد على أردغان فكرة إرسال قوات سيعرضنا لخطر دولي هذا رأي المعارضة التركية أيضا تقول ابنة جانبالكي معبرة عن رأيها الشخصي رأيي أن أردغان ربما قد لا يحكم بعد عام 2023 ولو كنت مكانه لأنهيت مسيرتي بحدث تاريخي أي أن ابنة جانبالكي ترى أن أردغان قد تجاوز خطوطا حمراء بهذا الإعلان وأن مصيره السياسي أصبح على المحك لمتابعة تداعيات هذا الموضوع الخطير أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إذن أردغان قد أعلن بأنه سوف يتحول الموقف التركي من مجرد أقوال وتواصلات سياسية إلى فعل على الأرض من خلال إرسال قوات سلام تركية إلى الأراضي المحتلة لحماية المدنيين وهذا الأمر الذي قوبل باستهجان من بعض المحللين الأتراك والمعارضة واعتبروا أن السياسة لا تضار بالعواطف وأن فكرة إرسال قوات سيعرض تركيا لخطر دولي أما ابنة جانبالكي فتقول ربما لا يحكم أردغان بعد 2023 ولو كنت مكانه لأنهيت مسيرتي بحدث تاريخي هذه التغريدة والتي صحبتها تعليقات كثيرة سواء مؤيدة أو معارضة نجد من هذه التعليقات أنت مخطئة بقولك أردغان ربما لن يحكم بعد عام 2023 رحم الله والدك كان يميل ويجنح أحيانا إلى أقوال المعارضة وكان لي ردود على بعض تغريداته ممكن حضرتك تذكري مرشح له حظ الفوز على أردغان يتساءل مين عبدالله قول أم علي بابجان أم كلدشدر أغلو أم أكشنار إن شاء الله سيفوز أردغان وهنا أيضا يتساءل فهد خالد يقول لماذا لا يحكم وأيضا هناك من يقول هناك أربعة أحزاب متحالفة ضد أردغان واحتمالية كبيرة لانضمام أحزاب أحمد داود أغلو وعلي بابجان يعني المحصلة ستة أحزاب إذا ما تغير شيء لحد وقت الانتخابات عشان هيك فوز أردغان صعب هذه تغريدة أخرى ثانيا أرجو أن يكون فعلا جادا عاجلا غير آجل تعلمنا دروس كثيرة في السنوات الأخيرة وما حصل في سوريا أكبر دليل مضادات الطيران مطلب عاجل أي للحركات المقاومة أولا إن شاء الله أنه يحكم وأن لا يكون هذا آخر عهده ويبقى إلى أن يرى مجد المسلمين قوة ووحدة وإيمانا بالله إذن وهناك تعليقات كثيرة جدا لن أرهقكم باستعراضها جميعا بين من أيد ابنة جانبالكي أو المحللين الأتراك المعارضين وبين من وافق أردغان في هذا الموقف التاريخي أيضا لتتبع هذا الموضوع نعود إلى خبر إرسال قوات دولية إلى القدس بتاريخ 14.5.2021 الجاري قال نائب رئيس المجموعة التركية لدى الجمعية البرلمانية لحلف النيتو أحمد برات إن أنقرة تجري مشاورات مع رؤساء وحكومات بلدان العالم بشأن إرسال قوات عسكرية إلى القدس وفي رده على سؤال وكالة سبوتنيك حول ما إذا كانت الحكومة التركية تعتزم تقديم مذكرة تفويض لإرسال قوات عسكرية إلى القدس قال لم تقدم الحكومة مذكرة تفويض إلى البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى القدس ولم تصلنا أي معلومات حتى الآن بهذا الشأن وأضاف قد تكون الحكومة تعمل على تحضير مذكرة تفويض لتقديمها إلى البرلمان ولكن حتى الآن لم تصلنا أي معلومات حول ذلك وأوضح أن أنقرة تبحث مع دول أخرى ومنظمة التعاون الإسلامي موضوع إرسال قوات دولية إلى القدس وأعتقد أن الموضوع لا زال في مرحلة الاستشارة والبحث لأن الموضوع لا يتعلق بتركيا فقط ويحتاج لموقف دولي موحد لذا الاستشارات التي بهذا الشأن مستمرة لتهيئة الأرضية لإرسال قوات دولية مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى شيء ملموس بهذا الصدد وتابع قائلا إذا تقرر إرسال قوات حفظ السلام إلى القدس فحينها ستقدم تركيا مذكرة تفويض للمشاركة في قوات حفظ السلام أيضا كتب موقع تركي بريس قائلا تركيا كيف تعرض أربكان للانقلاب بعد أسبوع من قراره إرسال قوات إلى فلسطين ونشر هذا الكلام بتاريخ 13 مايو 2021 يقول الموقع تتابع تركيا عن كثب الهجمات التي يشنها الجيش الصهيوني المحتل والمستوطنون على المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس وخاصة منطقة باب العمود والمسجد الأقصى المبارك ومحيطه وحي الشيخ جراح وفي خضم التطورات أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردغان خلال اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء طرح فكرة إرسال قوات دولية إلى فلسطين لحماية المدنيين من الهجمات الصهيونية الوحشية وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الأحداث الأليمة التي تواصلت طيلة شهر رمضان في القدس الشرقية والضفة الغربية أظهرت مرة أخرى ضرورة وأهمية توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين وأعادت هذه التطورات إلى الأذهان قرار رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان عام 1997 إرسال قوات تركية إلى مدينة الخليل الفلسطينية بقرار من البرلمان التركي على خلفية المجزرة التي وقعت عام 1994 داخل الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل الواقعة جنوبي الضفة الغربية ووقعت عملية قتل جماعي ارتكبها مستوطن عام 1994 داخل الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل ما أصفر عن استشهاد 29 مصليا وجرح 15 آخرين واستغلت سلطات الاحتلال الحادث لتقسيم الحرم بين المسلمين واليهود وممارسة سياسات التهويد والاستيطان بالمدينة ومحيطها وعقب هذه الأحداث أرسلت العديد من الدول بينها تركيا قوات عسكرية تتمتع بصفة المراقب إلى الخليل إثر التوصل إلى اتفاق وقد دخل قرار إرسال الجنود الأتراك حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية التركية يوم 22 فبراير عام 1997 وجرت توقيع على البرتوكول بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الصهيونية في 15 يناير عام 1997 بهدف إعادة انتشار القوات الصهيونية في الخليل وفي عام 2019 ألغت إسرائيل البرتوكول وبذلك لم يبقى حق للقوات الدولية بالتواجد بالمدينة إطلاقا وبعد أسبوع واحد من قرار أربكان نفذ الجيش انقلابا على حكومته ببيان صادر عن مجلس الأمن القومي ما أثار تساؤلات كثيرة حول خفايا هذا التحرك لكن على الرغم من الانقلاب ذهبت القوات التركية إلى الخليل واستمرت مهامها لغاية عام 2019 وتحيي تركيا ذكر هذا الانقلاب من كل عام إذن متابعين الأعزاء نعود هنا إلى السؤال الذي بدأنا به الحديث فيما يتعلق بتداعيات هذا القرار التركي وما جاء على لسان الرئيس رجب طيب أردغان من إمكانية إرسال قوات حفظ سلام تركيا إلى الأراضي المحتلة وما جاء على لسان محللين أتراك نقلا عن ابنة مهمة جنبالكي أن السياسة لا تضرب العواطف وأن فكرة إرسال قوات سيعرض تركيا لخطر دولي ورأي ابنة جنبالكي أن أردغان ربما لا يحكم بعد 2023 ولو كنت مكانه هكذا تقول لأنهيت مسيرتي بحدث تاريخي أي أن أردغان قد عبث بعش الدبابير وبنظام الماسونية العالمي وبالقوة الظلمية حول العالم وأن الصهينا ومن وراءهم لن يبقونه في السلطة فيما هو قادم متابعين الأعزاء أترك التعليقات لحضراتكم حول هذا الموضوع كما أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته